أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء أن علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وروسيا التحادية هي محل تقدير واهتمام مثمنا كافة الجهود المبدولة في سبيل تعزيزها على كافة المستويات منوها بأن مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين تدعمها الرغبة الصادقة نحو الانتقال بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب في إطار النتائج الإيجابية والمثمرة التي حققتها زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة إلى موسكو إلى جنب الزيارة التي قام بها سموه وما تخلى لهما من توقيع اتفاقيات وتفاهمات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية والتواصل المستمر بين المسؤولين في كل البلدين الصديقين مع امتداد العلاقات الدبلوماسية التي تصل إلى أكثر من عشرين عام جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصلك ضيبي اليوم الوفد الروسي المشاركة في المنتدى الخليجية الروسي للأعمال برئاسة معلسة دونيس منتروف وزير الصناعة والتجارة حيث أشهد سموه بزيارة الوفد إلى مملكة البحرين ومشاركتهم في هذا المنتدى متمنيا أن تثمر هذه المشاركة والتواصل المباشر بين الجانبين البحرين وروسي عن إقامة مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات الحيوية وأشهد سموه إلى تطلع مملكة البحرين لتطوير العلاقات الثنائية وتعظيم فرص الاستثمار وتبادل المصالح بما يعزز علاقات البلدين الصديقين ومواصلة الارتقاء بها على الأصعدة المختلفة ومنوها بأن افتتاح الخطة الجوية المباشرة الجديدة لشركة طيران الخليج إلى روسيا الذي تم تتشينه في أكتوبر الماضي سيعمل على تعزيز العلاقات والتعاون في المجال الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدين من جانبه أشاد الوفد الروسي بما لقيه من حفاوة وترحيب واهتمام من صاحب أسم الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ومنوها بالفرص العديدة التي تتمتع بها مملكة البحرين كمركز استثماري وتجاري في المنطقة إلى جانب موقعها الاستراتيجي المميز اشتركوا في القناة